تونسية بأردن على غرار الفنانة والممثلة لتونسية الليلة الشابي اليوم عليش الجدل هذية قلت كبير برشا اليوم تونسية تنجم تطلق في الأردن لكن في تونس تقدم معلقة حتى لسنوات نقول احنا معلقة لمعرسة لمطلقة كما الوضعية اللي صايرة تويك مش نحكيه قانونيا في المسألة هذية لأنه الزواج التونسيات بالأجانب خاصة من عدد من الدول العربية ولا كبير شوية ومرتفعة شوية الفترة هذية هتنحكيه عن الإجراءات القانونية وشنو اللي نجم ويتيحوا فيه ديومة من ثغرات في القانون كل التفاصيل له تسمعونا في سفيقس على الفريقونس نوف أرد بواندو نوف أرد بواندو انفو وانتوكس ضيفنا في المباشر الأستاذ المحامية نيسا الزين نوستاذ مساء الفلة هلو سهلا مرحبا مساء النور مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إذاك ديبانة فيه شكرا نيفاض لك ومرحبا بيك أستاذ جدل كبير الحقيقة في تونس ليمت هذا يا بين مساند بين مدافع بين مش ندخلوا أكيد في التفاصيل الاجتماعية والعلاقات الخاصة وما حدث في هذه العلاقة بلا بالتحديد جمع زواج المشاهير يشد برشة الرأي العام مش نحكيه على زواج تونسية بأردني أسالة الكثير من الحبر كيفاش اليوم تونسية متنجة مش تطلق من أردني ووصلت إلى درجة وتسافر للأردن مش تطلب منه يجي طلقها في تونس شنو ما اللي بياج معتها لناجم انتحوا فيهم أستاذ قياسا على القضية هذه ولقياسا حتى قبلها على قضية الممثلة الشابي اللي قاعد تقريبا 23 سنة لاينا الشابي فعلها قاعد 23 سنة من المشتخ والطلاق متاحها من زوجها الأردني ها بدنا نقول أنه معناه الشكيلياتها فيها صحيح معناه الشكيليات مهمة وينزم واحدة تطرق لها باش الناس تعرف معناه في الزواج مع الوقت في الزوج وفي أجنبي مع عرز موالي معناه كيفتوك جابنا معناه حاجة دايخة منقاشة ذاية باش يهم معناه المواطنين بتوينسة الكل تقريبا تعرفوا أنه المواضيع هذه يقع فضها عن طريق بالرجوع إلى القانون الدولي الخاص في الزواج التونسي بأجنبي وقت دي يقع الزواج بتونسي بأجنبي يكون مثلا فرنسي أو ألماني أو إيطالي الجنسية ما فماشي إشكالية كبيرة الإشكالية التي تترتب على الزواج نظر المكون مثلا الطلاق وكذلك لأنه نحكيه على نفسه تقريبا على القانون الوضعي لكن وقت يكون فم زواج منهوها التونسية بشخص عربي من زولة عربية إسلامية بالأساس ويكون الزواج على السياغ تشريع الإسلامية مثلا أو تشريع أخرى مش تشريع الوضعية المتعرفة عليها تعرفوا فليفما إشكالية كبيرة إشكالية تحكيوا فيها أنتمتوا مثلا إذا كان هذه المشهورة هذه دوجة في فرنسي تيكتوكوز مثلا كانت بمجرد في محكمة تونس بمجرد إذن على العريضة تحكي بمجرد إذن على العريضة فما من المعاهدات دولية بين الدولتين بلا تراد دي كونفرسان بلا تراد وتمشي المحكمة ويقوموا المحكمة بإكساء هذا القرار بالصبغة القانونية التونسية وإلا في أخصى الحالات التعاهد وإلا في أخصى الحالات يمشوا للمحكمة ويقع رقع قضية بإكساء الحكم إكساء الحكم ذاية بقوة القانون التونسي يتلقوا في فرانسا ويتلقوا في ألمانيا ويقع إكساء إكساء الطريقة ذاية لصبغة القانونية التونسية وبالتالي تولي المراهدية تلقى روحها وكانت منها عند حكم معناها كلاق نفس الحكم المتلقة ذاية تنتبق عليه جميع الأثار ويقع تعهيل ويقع بعد المشي تقع وضعه معناها النشر ذاية الحكم المتلقة في البلدية وتصبح المرأة مطلقة وبالتالي ممكن أن تعيش حياتها مرة أخرى وتقوم بأي منا وضعيتها وعبها لكن هنا وقت يتعرص كما نزواج بعربي كما تول اللي نحكي عليها ذوحا في بيري هكس ذوحا العريبة والتي تزوجت بأردني وبشيء هو تلقها غيابي يقول هو شو معناه الزوج ما تعرفوا معناه في التشاريع التشاريع الجاري به العمل بالأردن معناه يتلق زوجته مغير ما في علمه كما سأر بها هي في تونس 7 ثلاثة ورق هي في تونس قبل زلت لحوال الشخصية قبل 57 وكذلك في الدول العربية للآن شكناها معناه المشاكل في زل أكثر من 8% من الدول العربية الإسلامية اللي الزوج نجم يتلق زوجته به المشكلة لنا أن الزوجة هذه المراه هذه اللي هي زوجة مطلقة بمكانه أن يعيش حياته وهي تجد نفسها من عندها مضمون في مضمونها تجد نفسها متزوجة لأنها صار زوجة في بيلي حسما فبتت أنه صار زوجة في تونس عقد قيران في تونس وكذلك عقد قيران في الأردن وصار الطليق في الأردن وضالتالي أصبح من هذا الشخص خلو من زوجته والذي طليقته ولكن هي من زل مرتضة به من جميع من حد شي وهنا اللي بتنكيلي بها لا يشهر من تونس ولا يقدم حتى خطوة باش يساعدها أن هي تتحل الضابطة الزوجية المرأة هذه إذا كان تمشي مثلا باش تتزوج مثلا تتزوج تعطى بر التكبت جريمة تتزوج من الثانية تتزوج مرأة أخرى وهي في عصمة في رجل آخر إذا كان تتزوج تقوم بحتى حاجة أخر نجم منحها عديد الموانع الزوجية التي تعرفوها تمشي حتى موانع الأخلاقية وغيرها لأن المرأة ما تجم تعمل هذه الحل القانوني موجود الشخصة التي تطلقها التي هو ما نعرف عنه عملها يمكن ما نفهمها خلاف أو ما نحب ما نينكل بها هذه تمشي عن طريق تتصل بمحامين الأردن وعن نرى محامين أكفاء من الأردن نعرفوهم حتى في لقاءات مع المحامين العرب معناها بالحق معناها المحامين مرموقة وسيدها تتصل بمحامين مدين عندهم تكتوكيوز عندهم نشوز تتصل بمحامين الأردن المحامين هذا يتحصل نسخة من حكم التلاق اللي صار في الأردن اللي قام بها الزوج بس يتمتع به الحكم ذاك إذا كان أصبح بيت معناها معادش فيه حتى طعن من التعون للسناف التعقيم معنا وإحنا مثلا في تونس بعد مرور 30 يوم من تاريخ الحكم بيت يصبحوا الحكم معناها بيت وبالتالي بإمكان الزوج ذاك يولي معنا تعليق وإنه يعود يعيش حياته ويمشي يصبح وزايا في دفاع الحال المدني ويصبح مطلق ويصبح كذلك مطلق يأخذ الحكم ذاك مدام هو بالعربي من الحكم طبعا يكون كما في تونس ما يستحق بشي تاريخ ويقوم نسخة خانونية من الحكم ونسخة تفيد كون الحكم هذا أصبح بيت ويجيبوه لتونس وتمشي تعمل قضيات الدائرة الشخصية قضية في إكساء الحكم الصادر في الأردن بالقانون التونسي وتنتصب المحكمة وتصدر حكمها ويصبح حكم الطلاق الصادر في الأردن كأنه شاملها هي وتولي في حلم النظار الزوجية قيسا عن هذا الموضوع استاذ لأنه تراند الموضوع وعملية الزواج بأجنبي وخاصة عربي وليت لموضة هذية معنى تراند تراند كيف تنصح اليوم المقبلات على الزواج بأجنبي عربي تونيسية معتك تتزاوج لأنه وفهم اليوم أشكون يقول لك يسدي تزاوج بالقانون التونسي ويمشي رسم العقد متاع الزواج هذية في الدولة هذيك هذا ممكن ولا غير ممكن وشنو تنصح ومش يعمل طبعا المستحسن أنك تزاوج في تونس تزاوج في تونس أنت محمية بالقانون التونسي القانون التونس خاصة للمرأة المرأة الحماية القانونية الموجودة في القانون التونسي كان في أعطى ديمقراتيات في العالم حقيقة المرأة محظوظة في القانون التونسي محظوظة لدلت أنه الغاز يغير منه القانون الحوالي الشخصية وبرجيبها من أردين الله يرحمه مناه الزعين من الحبيب ببرجيبها أعطاها عديد مناه الحقوق للمرأة اللي اليوم ملقي ناس مناه كيف في دول العربية زوجة نية وتمشي على روحها كملة الحياة تلقوا على رواحهم معناها دي ما يتبق القانون المطبخ وقانون عيناء وبرم عقد الزواج وحتى لما ينجروا عنه عقد الزواج كنوا في مفلحة هاي بعد التبعات ولا تايش تلقاء تنزم تكون تلقاء زوجة عامية من عشرة غالي ما عندهمش صغار في شروط ما خليهو صغار ما عندهمش صغار في الدول العربية ما ينجم يناكل بها ويخلي صغاره عنده ما ينجم شيء لعنده لحق الزيارة أو لحظانة ثم منها دول أخرى تأتي كل شيء للزوج وخاصة تنكي تدع منها أجنبي ويتعاملوا معهم بالطريقة هذه أنا مش بجمع منها جميعهم ثم مع هذه الدول العربية توقعها تسعني هي تخلق على الركب الركب اللي احنا بدناها في سبع وخمسين هما توفى منها ثم دول أخرى تأتي بشتحاول تخلق على الركب وبالتالي ما أنا نظراء البرا إذا كانت تأخذ أجنبي فما غلاقة متحب ولا مهما كان غلاقة زواج مثل تفضل اكتب الزيارة في تونس لأنه كنت تكتب الزيارة برا إذا تحط في عينيك وتحط في حسابك أنا كنت تنجم أنا بعد تخرج بالمورة برب لحمس كما قلت شكرا جزيلا لأستاذ فضلك الأستاذ نيسى الزيد الأستاذ المحامي شكرا على كل هذه التفاصيل وعلى هذه القراءة القانونية وعلى نصائح اليوم اللي قدمتها خاصة للتونسيات فضلك أستاذ نتقابل وشارة في مواعيد أخرى نص ثمانية وثنين وثلاثين دقيقة على موجاتنا بشوار نتصل معكم حتى للتسعة تسمعوا النايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أخوة لديتجي وليباند أبان الموزيكا والكاش هذا الكل أكثر متساح حتى للنصليل على ديوان أفم ديوان أفم ديوان أفم سوتكم فاسا فاس في فاسا فاس نحكي على مواطن يطلق نداي كل بنتي وصلت إلى الموت بسبب مياه الصرفة للصحي سي سابر الجندو بمواطن من حي أحمد زايد من مرنج مساء النور أهلا وسهلا مرحبا بيك أهلا وسهلا سي سابر